صحيفة فينانشل تايمز تنقول عما سولين أمريكين أن واشنطن طلبت من بكين حث إيران على كبح هجمات الحثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لكنها لم تتلقى أي مؤشر يدل على استعداد الصيل لتقديم أي دعم في هذا الصدد منذ أيام بدأت واشنطن ولندن إضافة إلى عدد من الدول استهداف مواقع وآليات عسكرية تابعة للحثيين في اليمن لردعهم عن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ولكن رغم هذه التحركات فالحثيون مستمرون في هجماتهم على النواحي الاقتصادية تأثرت حركة التجارة العالمية بشكل كبير بسبب تلك الهجمات أما فيما يخص الصين وإيران فللبلدين علاقات توصف بالجيد خصوصا بعد توقيع الطرفين على خطة تعاول مشتركة مدتها 25 عاما إلى برنامج الرابط أهلا بكم موسيقى موسيقى إذن الولايات المتحدة تطلب من الصين حث إيران على كبح هجمات الحثيين بعد تأثر حركة التجارة العالمية بشكل كبير في البحر الأحمر في المقابل للصين وإيران علاقات توصف بالمتينة سياسيا واقتصاديا أيضا وعلى ذلك نتساءل لماذا لا تستجيب بكين حتى الآن لطلب واشنطن بحث طهران على الحد من هجمات الحوثيين وما مدى تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على الاقتصاد الصيني موسيقى الصين تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر دعوة جاءت بعد أن طلبت الولايات المتحدة من الصين حث إيران على كبح هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة فينانشال تايمز البريطانية التدخل لكبح جماح الحوثيين مطلب أمريكي وجهته للصين لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر فعلى مدار ثلاثة أشهر عكف المسؤول الأمريكيون عبر بيكين على نقل تحذيرات واشنطن إلى إيران التي مفادها عدم تأجيج التوترات في الشرق الأوسط ضغط دبلوماسي لم يأتي بأي نتائج تذكر حتى الآن وفق ما نقلت صحيفة فينانشال تايمز البريطانية نقلاً عن مسؤولنا أمريكيين يحدث ذلك بينما تستمر الضربات الأمريكية البريطانية ضد جماعة الحوثي دون توقف مع ابتعاد العديد من شركات الشحنة عن المرور في هذا الطريق الملاحي المضطرب ورغم أن الصين قد عبرت عن قلقها ودعت إلى وضع حد لمضايقة السفن المدنية في البحر الأحمر من أجل الحفاظ على العبور السلس للإنتاج الدولي وسلاسل الإمداد ونظام التجارة العالمي حسب ما تقول معلنة استعدادها للعمل مع الأطراف كافة لتهدئة الوضع والحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر يرى الأمريكيون أن بكين لا يوجد لديها رغبة جادة باستخدام أي نفوذ لديها مع إيران رغم أنهم على النقيد يعتقدون أن هجمات الحوثيين تشكل تهديداً لمصالح الصين التجارية كون البحر الأحمر هو طريق حاسم للصادرات الصينية إلى أوروبا لكن على الجانب الآخر تخرج جماعة الحوثي لتؤكد على تعهداتها بمرور السفن الروسية والصينية بشكل آمن في البحر الأحمر ما دامت غير مرتبطة بإسرائيل وفي هذا السياق تتضارب أراء الخبراء فمنهم من يرى أن الولايات المتحدة تعي جيداً أنها أقل المتضررين من إغلاق باب المندب وآخرون يعتقدون أن هذه الأزمة تعيق الولايات المتحدة وشركائها ولم يكن لها تأثير كبير على الشحن الصيني بحسب رأيهم مطلب واشنطن لبكين بالتدخل ليس الأول من نوعه فقد سبق ودعتها مراراً لاستخدام نفوذها في إقناع بوتين باتباع الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية وسط إصرار بكين على اتباع موقف متوازن بشأن تلك الأزمة وبين الصين وإيران علاقات دافئة وشركة استراتيجية وقد سبق أن مارست الصين دورها الإيجابي بنجاح في تحسين العلاقات الإيرانية السعودية اقتصادياً تعد الصين الشركة التجارية الأكبر لإيران التي تحرس على توسيع علاقتها الاقتصادية مع بكين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وفي 2023 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 14.6 مليار دولار بنمو سجل 11% على أساس سنوي قبل أن نبدأ في النقاش مشاهدين الكرامة عدوا أذكركم بسؤالي حلقة الرابط لهذه الليلة وهي لماذا لا تستجيب بكين لحد الآن لطلب واشنطن بحث طهران على الحد من هجمات الحوثيين وأيضاً ما مدى تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على الاقتصاد الصيني على هذا الموضوع من نيويورك ورحب بالزميلة في مركز الأمن الأمريكية الجديد والمختصة في استراتيجيات الاقتصاد والطاقة السيادية السيدة رشل زيانبيا ومن بكين ورحب بالدكتور الخبير في الشؤون الأسيوية وكبير الباحثين في معاة تاي هو الدكتور إينار تاقين أهلاً وسهلاً بكم السيدة رشل دعيني أبدأ معك اليوم ما كشفت عنه فينانشل تايمز البريطانية إلى أي مدى هو إثبات بأن الولايات المتحدة لم تنجح في سياستها في التعامل مع الحوثيين حتى مع تدخلها العسكري شكراً على الاستضافة من الواضح أن هذه المهمة العسكرية فشلت في إيقاف ضربات الحوثي أو هجمات الحوثي أنا أرى شخصياً بأنها نجحت إلى حد ما بإظهار الاعتماد على هذه السلسلة سلسلة التوريد ولكن عندما نتحدث عن النزاع بشكل عام والمصلحة للحوثيين هي صعب جداً أن نواجهها المسألة الثانية هي أن الولايات المتحدة لم تنجح في خفض التصعيد في هذا النزاع بشكل عام فالنزاع ليس محصوراً في البحر الأحمر بل يجب التحدث عن وقف اطلاق نار جدي في غزة وهذا سوف يحل المشكلة لذلك بالفعل أن الولايات المتحدة تتهيأ لفترة تعطيل طويلة الأمد سيكون لديها آثار اقتصادية ومالية على أوروبا أكثر من الولايات المتحدة دكتور إينار لماذا الصين كما أشارت الصحيفة لم تستجب لهذه الطلبات الأمريكية هل لأنها ليست متضررة بشكل كبير هل لأن الضرر يمس إسرائيل كما يقول الحوثيون واليوم لا يقع بشكل مباشر على الصين كما أشارتم في تقريركم لقد دعت الصين أكثر من مرة لضبط النفس وتوجه إلى الأمم المتحدة وقالوا لإسرائيل إنهم عليهم أن يوقفوا هذه المجزرة الدائرة في غزة اليوم إذا ما كانت الولايات المتحدة تريد فعلا أن يتوقف هذا الوضع وأن تتوقف هذه الهجمات في البحر الأحمر يجب أن يتوقفوا عن إرسال الذخائر والقنابل لإسرائيل هذا بسيط جدا إلا أنهم ليسوا مستعدين للقيام بذلك هم لأغراض إعلامية يقولون أن هذه المشكلة التي خلقوها هم هي مسؤولية جهة أخرى وهنا هذه الجهة أخرى هي دائما الصين برأي الولايات المتحدة نعم ولكن هل الصين يمكنها بالفعل إن تحدثنا عن علاقات متينة مع إيران ونعلم بأن ما يحصل في المنطقة على الأقل من وجهة نظر الولايات المتحدة هو متهم فيه بشكل كبير إيران وهذه أذرعها في المنطقة وتقوم بتأثير على أمن الملاحة البحرية هل الصين بعلاقاتها مع إيران أن تقوم بدور أكبر في إيقاف مثل هذه الهجمات أم أنها ستترك الأمر لما قاله الحثيون بأن هذه الهجمات مرتبطة بشكل كبير بالحرب في غزة هذا مرتبط بالحرب في غزة وهذا أمر واضح هذا واقع من حيث التوقيت الصين تجمعها علاقات تجارية مع إيران وليس علاقات عسكرية أو دفاعية ليس هذا التحالف شبيها بتحالف الكواد أو غيرها من التحالفات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي قول أن الصين يمكن أن توقف ما بدأت به أمريكا ليس بالأمر الصحيح إذا كانت الولايات المتحدة فعلا صادقة بإرادتها بوقف هذه الهجمات كل ما عليها القيام به هو دعم وقف إطلاق النار وإيقاف إرسال الذخائر والقنابل إلى إسرائيل فهذا ما يقتل الناس في غزة كيف يمكننا أن نتجاهل هذا الواقع والفكرة القائلة بأنه من مسؤولية الصين أن توقف هذه الهجمات كما طالبوا في أوكرانيا في ذلك الحين هو طلب سخيف غير منطقي فيما نتحدث الآن سفينة جون فين دخلت للتو إلى مضيق تايوان والولايات المتحدة لا تنفك تسلح تايوان بشكل غير مسبوك ويتباهون اليوم بنتائج الانتخابات في تايوان وتعتبر الولايات المتحدة تايوان على أنها أداة لإحتواء الصين فهذا تناقض كبير كيف يتوقعون من الصين أن تقوم بهذا الأمر وهم يقومون بعكسه في تايوان مثلا بالتالي هذا مجرد تضليل تمارسه الولايات المتحدة مرة أخرى وهي تحاول أن تضلل الناس في الواقع طيب سيدة راشل إلى أي مدى هناك تصاعد فعلي في حجم الضرر على الاقتصاد العالمي يعني عندما بدأت هذه الهجمات كان الضرر أو التأثير محدود اليوم هذا الضرر والتأثير بدأ يتنامى بشكل وبآخر إلى أي مدى إذا أردنا أن نستشرف المستقبل بأن هذا الضرر سيكون أكبر سيصل إلى أن يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية الاقتصاد العالمي ككل زيادة التكاليف زيادة في مبالغ التأمين فبالتالي حتى الوصول إلى المستفيد النهائي سيكون هناك ضرر طبعا أعتقد أن الكلفة الاقتصادية لهذا الأمر سوف تتزايد طالما أن هذه الهجمات تستمر هناك أيضا خطر تصعيد قد يشمل قنوات عبور أخرى إذا بقيت الأمور محصورة في البحر الأحمر فقط سوف نرى المزيد والمزيد من سفن الحاويات وناقلات مواد الطاقة تتفادأ البحر الأحمر وتتوجه من خلال رأس الرجاء الصالح وهنا هذا سيكلف أكثر من ناحية الشحن هنا هذا يأتي في وضع حيث نحن أصلا نرى مشاكل على مستوى توريد الطاقة وكيف أن أوروبا باتت تعتمد أكثر وأكثر على الغاز السائل الذي يصل عبر ناقلات الغاز بدل أن يأتي من روسيا عبر الأنابيب نرى أيضا ضمن هذه الديناميكية كلفة كبيرة ما هو الأثر هنا الذي نتحدث عنه نتحدث عن تأخير في التصنيع في تصنيع السيارات وغيرها من البضائع في أوروبا وغيرها من السلع كما سيؤثر ذلك على الصادرات الآسيوية إلى أوروبا وإلى بعض مناطق الشرق الأوسط هناك دول أيضا مثل مصر تتضرر كثيرا ولكن من ناحية توريد الطاقة ما يحصل اليوم هو أنه بات مكلفا أكثر أن تصل الطاقة إلى المستخدم النهائي كما تفضلت ولكن هذه الواردات لم تختفي من السوق أو لم تتضاءل في السوق فما يقلق بشأنه المراقبون هو إذا ما حصل المزيد من التصعيد أن ينخفض إنتاج الطاقة من الأساس وأن يؤثر ذلك على الدول المختلفة أو أن يحصل هناك إغلاق لمضيق هرمز وبالتالي فعلا ينخفض كثيرا تنخفض مستويات الطاقة والنفط التي تصل إلى الدول الأخرى طبعا إن مصلحة دول الخليج تقضي بأن لا يحصل ذلك وأن تعمل هذه الدول على عدم حصول ذلك ولكن قد نرى بعض المخاطر التي تأخذها شركات التأمين بعين الاعتبار وترفع كلفة التأمين نعم سيدة راشل أريد أن نحدد ربما بوضوح أكثر اليوم عندما نتحدث عن تأثر للاقتصاد العالمي ما هي نقطة التماس التي من الممكن أن تجعل هناك تحرك دولي يعني كل الدول تتضرر مما يحدث في البحر الأحمر بزيادة التكلفة ونحن نتحدث ليس فقط عن اقتصاد وسلع أساسية نتحدث عن طاقة نتحدث عن إمدادات النفط وكل هذه التفاصيل إلى أي مدى ستصل إلى نقطة توجب تحرك دولي تجاه الحوثيين أعتقد أننا سبق ورأينا بعض الدول التي تصرفت إزاء هذا الموضوع ضد الحوثيين رأينا الولايات المتحدة والدول الحليفة لها كما رأينا بعض التدابير الخجولة من أوروبا وكانت خجولة جدا ورمزية بطبيعتها الأوروبيون يعانون من نفس المشكلة التي تعاني منها الولايات المتحدة وهي عدم الاستعداد لخفض الدعم لإسرائيل ما أعتقد إنما ننتظره الآن ونراقبه الآن هو ما الذي سيحصل من ناحية الأضرار على الحوثيين أو إذا كان الحوثيون سوف يحاولون القيام بهجمات على بنى تحتية أخرى مثل البنى التحتية السعودية وهنا يمكننا أن نتحدث عن الصفقة التي رعتها الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية لتخفيف التوتر نلاحظ أن الحوثيين امتنعوا عن استهداف مصالح خليجية بالتحديد هذا أدى إلى تخفيف التوتر نعم ولكن قد يتغير لأنه واضح أننا نرى ديناميكية معينة حيث تدفقات الطاقة باتت أغلى من هذه النقطة سيدة رشد اسمحيلي أريد أن أنقل هذه النقطة بالتحديد إلى دكتور إينار في بكين دكتور هذه النقطة ما قامت به الصين من وساطة أو رعاية لتوافقات حصلت ما بين المملكة العربية السعودية وإيران هل يجعلها ذلك بشكل وبآخر بأن تتطلع بدور لإيقاف ما يحصل في البحر الأحمر هناك اختلاف أساسي وجوهري بين بيجينغ وواشنطن النهج الصيني للعلاقات الدولية هو محاولة تقريب الدول وليس أن تقحم الأجندة الخاصة بها في العلاقات أما واشنطن فهي دائما تحاول أن تفرض أجندة معين أجندة خاصة بها وبعد ذلك تأتي وتقول أنه يجب أن نجمع هذه الدول على طاولة واحدة ولكن حول الأجندة الأمريكية فعلا جواب السيدة زينبا كان في مكانه ومثير جدا للاهتمام وأنا أوافقها الرأي سيعود الأمر إلى بقية العالم أيضا أو سيتأثر بقية العالم لم يتأثر الجميع بشكل متساوي 40% من تجارة الحاويات تمر في هذه المنطقة و12% إلى 15% من التجارة العالمية تمر في هذه المنطقة وبالتالي نرى زيادة في التكلفة في حين لا أحد يريد زيادة في التضخم وفي الكلفة الصين لا تريد ذلك ولا دولة في العالم تريد ذلك ولكن الصين لا تستطيع أن تغير ذلك ليس في يدها حيلة هذا أمر يعود للموضع الإسرائيلي والأمريكي في غزة عندما يتوقفون عن قتل المدنيين في غزة ويتوقفون عن توفير الأسلحة والذخائر ويفرضون وقف لإطلاق النار وطبعا الوصول إلى حال الدولتين الحوثيون لن يتمكنوا ولن يكون لديهم أي مبرر أو سبب للاستمرار بهذه الضربات لا أحد سوف يدعمهم في هذا الأمر لذلك الجواب بسيط فالولايات المتحدة تحاول أن تذر الرمات في العيون عبر لوم الآخرين إلى أي مدى الصين ستحتفظ أو ستثبت على ما تقوله أنت من تحليل في ظل أن الهجمات لا تمس سواء سفن شحن توصل بضائعها إلى ومن الصين أو أن كل ما يصل إلى الصين هل هذا مربوط بأن ما يحصل لا يحصل على الصين فبالتالي لن تتدخل أو أن بالفعل الصين تؤمن بأن ما يقوم به الحوثيون هو فقط تجاه سفن إسرائيلية أو من سيصل إلى إسرائيل كلا الصين تعرف جيدا أن أي اضطراب في سلاسل الشحن سوف يؤثر على الصين لا تنسوا أن الصين هي دولة مصدرة كبيرة وإذا ما تم تعطيل ذلك فشركات السيارات في أوروبا لن تتمكن من العمل ولن تستخدم هذه البضائع الصينية وبالتالي الفكرة القائلة بأن الصين تستفيد من هذا الوضع هي خاطئة تماما الوضع كما كررت من قبل هو واضح على الولايات المتحدة أن توقف إسرائيل عن هذه المجزرة التي ترتكبها في غزة ومتى اختفى ذلك فسيصبح كل شيء ممكنا بالتأكيد حلقة الرابط مستمرة مشاهدين الكرام بعد قليل نستمر في هذا النقاش فاصل قصير ونعود إلى الرابط أهلا بكم مرة أخرى اتفاق بين الصين وإيران يعود مشروعه لعام 2006 عسر يهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين فما هو هذا الاتفاق وهذه الوثيقة الشاملة للتعاون مع بين بكين وطهران نتابع خطة التعاون المشتركة بين الصين وإيران وقعها وزير خارجية البلدين في عام 2021 وتعد الخطة اتفاق لتعاون انتجاري وستراتيجي لمدة 25 عاما وفق وزارة الخارجية الإيرانية فأن الاتفاقية تركز على الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها ومشاركة إيران في مشروع الحزام والطريقة ومن المقرر أن تستثمر الصين 400 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الإيراني خلال الفترة الزمنية الاتفاقية مقابل أن توفر إيران للصين أمدتة ثابتة من النفط وبأسعار مخفضة للغاية أعود لضيوفي الكرام ورحب بمن سينضم إلينا في هذا الحوار مساعد مدير المخابرات المصرية الأسبق اللواء بحري ممدوح الإمام أهلا وسهلا بك اللواء ممدوح لتكون معنا في هذا النقاش اليوم نريد أن نسأل فيما يخص مصر الرئيس الأسيسي قال بأن قناة السويس تتضرر مما يحصل في البحر الأحمر هل هذا يدفع مصر للتحرك بشكل أكبر سياسيا وربما أيضا عسكريا في مثل تحالف موجود لكبح هجمات الحوثينة التي تقوم بها الجماعة في البحر الأحمر الحقيقة فأنا من أن ليست مصر فقط هي المتضررة الواقع أن العالم كله متضرر من هذه الأزمة لأن تفادي المرور في قناة السويس يكلف الاقتصاد العالمي يعني أعباء ضخمة جدا لا يتحملها وأنا كنت مع حضراتكو هنا في بداية العام وقلت أن لا يمكن الدول تقدر تتحمل الوضع الاقتصادي الناتج عن تفادي قناة السويس وقلت أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحديدا مضطرين إلى القيام بعمل عسكري حضرتك لو تلاحظ التقارير البحرية التي طلعت الفترة من 21 نوفمبر إلى 10 يناير أسعار الشحن زادت 248% الحاوية الأربعين أدم التي كانت من الصين إلى أوروبا تتكلف 1148 دولار تكلفت 4000 دولار ده يوم 10 يناير دلوقتي يعني بزيادة 250% النهاردة زادت أكتر من ثلاث أضعاف التأمين على السفن تأمين المخاطر زاد إلى مستويات غير مسبوقة يعني السفن البترولي الكبيرة اللي بنقول إن هي VLCC اللي تمانها 130 مليون دولار الرحلة الوحدة التأمين وصل إلى 760 ألف دولار ده يوم 10 يناير أيضا وزاد فيما بعد فكل هذه الأعباء لا يتحملها الاقتصاد وليست مصر فقط هي المتضررة من هذا الموقف ولكن العالم كله متضرر من هذا الموقف وذلك اللي دعا الغرب أنه يقوم بضرباته العسكرية للحوثي لماذا هذه الضربات الحوثية من قوى عظمى مثل الولايات المتحدة معها بريطانيا في مرتين تعتبر هي ضربتين رئيسيتين وتبعها من ضربات ربما كانت الولايات المتحدة قامت بها مفردة ضد جماعة لماذا لم يحيد هذه القدرات بشكل كبير لماذا استمرت الجماعة في تهديد السفن عسكريا كيف نفهم ذلك لا هو عسكريا طبعا الدربات من يوم 22 يناير إلى يوم الاثنين الماضي تم سبع ضربات هذه الضربات الغرض منها الرئيسي هو إضعاف قدرة الحوثي على مهاجمة السفن الدربات ليست لتدمير جماعة الحوثي لأن من مصلحة الولايات المتحدة أن تبقى جماعة الحوثي تهديدا لدول الخليج كل الموضوع أنه إضعاف لقدرات الحوثي على مهاجمة السفن سواء ضرب مخازن الطائرات المسيرة الرادارات اكتشاف السفن في البحر الأحمر وفي الممر أو مخازن السواريخ وهذا ما أعلنت عنه الولايات المتحدة طبعا بيتم استطلاع بيتم رصد أهداف بيتم قصف هذه الأهداف ويتم استطلاع آخر لمعرفة مدى ما حققته هذه الضربة والتقارير بتقول أن هذه الضربات حققت أهدافها يعني دمرت كل ما كان الحوثي يجاهزه لإطلاق السواريخ على السفن هل منتظر أن هذه الضربات تستمر؟ أيوة إلى مدى؟ لا ستستمر فترة لأن الموضوع زي ما بنقول كده يعني لعبة عد الأصابع أو لعبة القط والفار ده حضرتك بيجي له تسليح من إيران بيتم رصد هذا التسليح وبمجرد ما يتم تجهيزه للإطلاق بيتم رصده وتقوم الولايات المتحدة وبريطانيا والدولة المشاركة لها بتدمير هذه القدرات نعم سيدة راشل ما الذي من الممكن أن تقدمه الولايات المتحدة في ظل مسألة التنافس الحاصلة مع الصين في أن تجفع الصين بشكل أو بآخر للضغط على الحوثيين للضغط على الصين من أجل حث ظهران على أن تضغط على الحوثيين ليقاف هذه الهجمات حتى لا يتضرر الاقتصاد العالمي بشكل أكبر أعتقد أن أي شيء سوف تقوم به الولايات المتحدة للي ذراع الصين سوف يكون لديه ضرر أكبر على الاقتصاد العالمي ما أقصده هو أنه من الصعب جدا أن نرى أي نوع من الضغط الاقتصادي أو أي تدابير قد تحد من نفاذ الصين إلى التكنولوجيا كل هذا سيكون لديه تدعيات سلبية برأيي هناك الكثير من الأمل من الولايات المتحدة لتطلع الصين بدور أكبر لكبح جماح هذه الدول نعرف أن إيران تعتمد بشكل كبير على الصادرات والواردات من الصين والصين هي الزبون الوحيد إذا جزت تعبير لإيران الآن ولكن لا يمنع أنه من الصعب ممارسة الضغط على الصين بهذا الشكل الصين هي دولة تجارة كبرى وعظمى في العالم كما ذكر الزملاء ولكنها ما زالت غير قادرة وربما لا تريد أن تتدخل عسكريا في هذا النزاع لذلك أنا أخشى من أي جهود مثل العقوبات الاقتصادية وغيرها قد نرى بعض التدابير المستهدفة الأخرى التي تحاول ليس أن تمارس الضغط على الصين بل أن تقطع تدفق الأسلحة على الحوثيين بالتحديد ولكن لا أعتقد أن هذا سوف يمنع أو يقضي على هذا التهديد تماما خاصة وأن الحوثيين قد زاد الدعم لهم بعد قيامهم بهذه الهجمات وليس العكس نعم دكتور إينار من يعول على التعاون الصيني الإيراني والاتفاقيات والشراكات والتبادل التجاري في أن يكون هناك ضغط قد تقوم به بكين على طهران من أجل أن تغير مواقف سياسية في سياسات إيران إلى أي مدى هذا واقعي أو منطقي؟ هذا غير واقعي أبدا السياسة الخارجية الصينية تستند إلى الفكرة القائلة بأننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى فإذا ما قال أحدهم يجب أن تقوموا أو نحن لا نقول لأي دولة في العالم يجب أن لا تفعلوا ذلك أو أن تفعلوا ذلك طبعا هذا لن يحصل الصين ليس لديها هذا النوع من القدرة على الضغط هي ليست الشاري الوحيد للنفط الإيراني يمكن أن نشمل الهند مثلا ولكن لا أحد يطالب الهند بأن تمارس الضغط على إيران بالتالي الأمر يعود إلى موضوع أن الولايات المتحدة دائما ما تريد أن تظهر الصين على أنها هي الدولة الشريرة لأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتعامل مع الوضع الدائر في غزة والطريقة الوحيدة هي نقل اللوم إلى الدول الأخرى مثل الصين ولكن هذا سوف يأتي على حساب دول أخرى مثل الدول الأوروبية التي تخضع للمزيد والمزيد من الضغط وهذا سوف يؤثر على عالمنا الذي ما زال يعاني للتعافي للتعافي من الوضع الاقتصادي الحالي هذا ليس جيدا والصين لا تحبذ هذا الوضع لأن الصين تزدهر عندما يزدهر العالم وبالتالي يمكن الاتفاقية بين الصين وإيران كانت تعنى بمبادرة الحزام والطريق وبالبناء التحتية وليس تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وبالتالي الإيحاء بأن الصين يمكن أن تضغط على إيران غير صحيح اللواء ممدوح مثل هذا الطرح عندما نتحدث عن إيقاف مثل هذه الهجمات هل الولايات المتحدة منفردة تستطيع ويجب عليها أن توقف هذه الهجمات لأنها مرتبطة كما يقول الحوثيون بالحرب على غزة والولايات المتحدة تدعم إسرائيل في حربها على غزة أم هو جانب من خلال الولايات المتحدة تريد أن تلقي باللوم على مثلا الصين على طهران على مغازي سياسية وليس فقط تأمين هذه المنطقة كيف ترى ذلك؟ الإجابة سنتناولها في نقطتين يا فنم رغم أن الصين هي أكبر مصدر في العالم وأنها متضررة من الموقف في البحر الأحمر لارتفاع أسعار الشحن زي ما احنا قلنا ولتكدس البضائع في المصانع الصينية لعدم وجود ساعات على السفن للشحن وده بيسبب لها ضرر ورغم أن الصين الشريك الرئيسي التجاري لإيران ورغم المعاهدات اللي السادة الضيوف تكلموا فيها ورغم التعاون العسكري الكبير اللي ما بين الصين وما بين إيران سواء كان فيه برنامج السواريخ أو تطويره أو استراد الأسلحة أو 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 إلا أن السياسة الصينية دائما لا تقدم بديلا لنظام أمني أو عسكري هذا شيء معروف الصين تقدم نفوذ اقتصادي فقط وليس لها أي بداء العسكرية أو بداء الأمني بالنسبة للولايات المتحدة فاندم فأنا اسمح لي أقول أن الولايات المتحدة غير قادرة على الضغط على إسرائيل وده من يعني يمكن آخر نفوذ للولايات المتحدة على إسرائيل كان فيه عدوان 56 لما الرئيس أيزن هاور أكبر بريطانيا وفرنسا وأكبر إسرائيل لما أخرت انسحابها لعام 57 الكلام اللي بقوله ده فاندم ده من الأرشيف الأمريكي ما بقولش كلام من عندي يعني لما نيجي بعديها بـ 11 سنة لما وقع عدوان 67 وإسرائيل احتلت سيناء والملك فيصل رحمه الله أرسل إلى الولايات المتحدة وفي أكتر من خطاب رسمي وقال إن جزرتين تيران وصنفير دول سعوديتين ولو سمحتوا بلغوا إسرائيل تنسحب منهم والولايات المتحدة أرسلت إلى إسرائيل أكتر من رسالة وفي رسالة نصية من وزير الخارجية الأمريكي إلى وزير الخارجية الإسرائيلي لم يتم الانسحاب فواقعيا النفوذ الولايات المتحدة على إسرائيل يعني نقدر نقول محدود جدا 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 خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن الانتخابات الأمريكية العامة قادمة نعم بالتأكيد هذا الحوار مستمر مشاهدين الكرام ولكن بعد هذا الفاصل القصير لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم مرة أخرى منذ شروع الحوثيين في استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر تأثرت حركة التجارة العالمية بشكل سلبي وفقار قامل وإحصاءات دولية نتابعها أكبر خمس شركات نقل بحري مسؤولة عن 65% من طاقات شحن العالمية علقت العبور في البحر الأحمر ما سهم في خفض أعداد السفن العابرة في قناة السويس وبسبب الهجمات في البحر الأحمر الذي يشهد أكثر من 12% من التجارة العالمية لجأت كثير من شركات الشحن إلى استخدام مسارات بديلة مثل رأس الرجاء الصالح ما زاد مدة الرحلة 10 إلى 14 يوما بزاء ذلك ارتفع التكاليف شحن الحاويات في ذلك المسار أكثر من ثلاثة أضعاف حتى أن كل فتا شحن حاوية من الصين إلى البحر المتوسط ارتفعت 44% خلال ديسمبر أما النشاط التجاري في ميناء إلى الإسرائيلي فشهد تراجعا بواقع 85% خلال الأسابيع الماضية سيدة رشل اليوم نتحدث هذه الأرقام تقول بأن هناك تضرر دولي كبير مما يحدث في البحر الأحمر هل ينتظر المجتمع الدولي أن يتضرر بشكل أكبر حتى يكون هناك تدخل أكبر حتى يكون هناك ضغط على كما يقول ضيفي من بكين المتسبب في أن يقول الحوثيون بأنهم يقومون بذلك من أجل الحرب في الغزة هل من الممكن أن يضغط المجتمع الدولي الأوروبي على ما يحدث في غزة وتقليل على الأقل حدة الصراع هناك وبالتالي إيقاف الحوثيين أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن النقطة حيث أن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة سيقومون بأكثر من مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار ما نسمعه الآن هو أن الحكومة الأمريكية والبريطانية والأوروبية كلهم يتحدثون عن خفض التصعيد عن ضبط النفس ربما وقف إطلاق نار ولكن ليس أكثر من ذلك الكلف الاقتصادية واضحة وهي تتزايد ولكن دعونا لا ننسى أن الأسواق تتكيف تتكيف مع الرحلات الأطول والمسافات الأطول يؤثر ذلك مرحليا على الصناعة والتجارة ولكن بعض هذه الأضرار سوف تستوعب سوف يتم استيعابها لا يمنع طبعا أن هذا سوف يضرب المستهلكين وخاصة المستهلكين الأوروبيين أكثر من الأمريكيين وسوف يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصادات ولكن هذا التصعيد الذي رأيناه منذ بضعة أسابيع للانتقال إلى هذا الرد الفعل العسكري أو الرد العسكري هذه كانت ردة فعل على زيادة الكلفة التي نتحدث عنها هل سينتظرون المزيد من الأضرار؟ لا أعتقد أن هذه هي المسألة اليوم نحن في دورة انتخابية في البلايات المتحدة الأمريكية وهناك دعم من الحزبين الأمريكيين لإسرائيل حتى ولو لم يكنوا يدعمون القرارات العسكرية اليوم لإسرائيل ولكن صعب جدا أن تحصل انعطافة في هذا المجال إلا أن هناك المزيد من الضغوط لتفادي المجازر لإطلاق صراح الرهائن أيضا في إسرائيل وبتالي نعم سيكون هناك المزيد من الضغط ولكن لا أرى إرادة سياسية حقيقية في الولايات المتحدة لإنهاء هذا النزاع العنيف سيعني ذلك أننا فعلا سوف نحل فقط أعراض المرض وليس المرض بالفعل عبر إعادة توجيه الغاز والطاقة من مثلا أمريكا إلى أوروبا بدل أن تعتمد أوروبا على الشحنات الآتية من قطر على سبيل المثال قد تحصل الكثير من الأمور أو التغييرات ولكن لا أرى هناك نقطة معينة حيث سوف يتوقف الدعم لإسرائيل لواء ممدوح هل تتفق مع ضيفة سيدة رشل بأنه لا يوجد إرادة سياسية أمريكية لما يحصل وبالتالي إن اتفقت معها هذا يدل بأن هناك مسببات لضعف الإرادة السياسية طبعا أتفق إلى حد كبير جدا فيما قالته ضيفتك الكريمة وأزيد نقطة يمكن قد لا يوافقنا عليها الضيوف وهو أنه حتى إذا توفرت إرادة سياسية فلن تستجيب إسرائيل أنت تكسد بأن مسألة الإرادة السياسية قد تستجيب فيها إسرائيل أو لا تستجيب هذا ربما لواء ممدوح أيضا يقود إلى تساؤل لن تستجيب نعم لن تستجيب هذا يقود إلى تساؤل لبدء ظهور الاختلافات ما بين الإدارة الأمريكية وما بين نتنياهو تحديدا والحديث قبل أيام أو قبل أسابيع الماضية كان الحديث يدور حول أن الولايات المتحدة بدأت تجتمع مع بعض القادة في إسرائيل لتغيير نهج إسرائيل هل هذا بالفعل يؤكد ما تطرحه أنت اللواء ممدوح شؤال لي يا فنم نعم في الواقع يا فنم دعنا بس نوضح الأمور التعاطف في الولايات المتحدة مع الحرب في غزة هو تعاطف إنساني وليس سياسي حضرتك لقينا السيد جاك سيليفن لما حصلت حرب أوكرانيا وكان بيدي بيان دموعه نزلت على مش عارف كم ضحية ولما توفى أو قتل 23 ألف في غزة طلع هو هو السيد جاك سيليفن وبيقول ده ممكن يحدث في الحروب طبعا مش هعيد وكرر في المعايير المزدوجة ولكن هذا واضح الرئيس الأمريكي بيقول أن يعني عايزين ضربات إسرائيل تكون أكثر يعني دقة لتفادي يعني القتل العشوائي إنما موجودا جميع السياسيين الأمريكيين يعني إذا كان هناك تعاطف إنساني مع الواقع الذي حدث 25 ألف قتيل اليوم غزة تدمرت غزة في القرون الوسطى غزة عشان ترجع عايزة مليارات من اللي حيتفعها دي قنابل أمريكية يعني يعني أنا أول مرة في حياتي وفي التاريخ ألاقي رئيس أمريكي يروح لدولة بتحارب تاني يوم هذا يعني الإنحياز الصارخ والفاجر ما حدش شافه قبل كده أنا بس بوضح أن هذا أزيطة يعني ده تصريحات شخصية لي أنا لا أمثل أي جهة فالواقع أن الإنحياز يعني صارخ واضح وجهة نظرك اللواء ممدوح فيما يخص هذا الإنحياز لذلك أريد أسأل دكتور إينار دكتور إينار في ظل إن كنت تتفك مع ما يقوله اللواء ممدوح بأن هناك إنحياز واضح هذا يجعل موقف الصين ربما في الجهة المقابلة تماماً وفق أي ظروف قد تحدث ضرر للاقتصاد العالمي من خلال ما يحدث في البحر الأحمر أم أن الصين من الممكن أن تغير موقفها بما يتناسب مع مصالحها ليس هناك أي شيء يمكن للصين أن تقوم به كما تفضل الزميلان اليوم نحن نعالج فقط أعراض المشكلة أعراض المرض أنا لا أتفق تماماً مع الضيف من القاهرة وأعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تضغط على إسرائيل هناك أربع مليارات أو أربعين مليار من المساعدات العسكرية التي يمكن امتناع عن إرسالها إلى إسرائيل وهي الذخائر والقنابل الأمريكية التي تقتل المدنيين في غزة المدنيون في غزة لا يموتون لأن الصين تبني البناء التحتية في الدول الولايات المتحدة تستطيع أن توقف ذلك إذا أعطيت أنا القاتل الذخيرة طبعاً سوف يستخدمها لقتل الناس وهنا بموجب القانون أنت مذنب أنت بنفس مستوى الذنب مثل الشخص الذي قتل مثل الشخص الذي أطلق النار وبالتالي لا يمكن للصين أن تقوم بأي شيء بل فقط أن تقول للولايات المتحدة توقفوا عن دعم إسرائيل إسرائيل عليها أن تتوقف هذا غير مستدام اقتصادياً الاقتصاد الإسرائيلي يعاني لا يمكنهم أن يستمروا بهذا القصف العشوائي من الأكبر تاريخياً على مساحة ضيقة لهذه الدرجة من الأرض هم فعلاً يريدون تسوية غزة أرضاً وبعد ذلك يعلنون النصر ما هذا النوع من النصر على جثث كل هؤلاء الناس وبدل أن يتعاملوا اليوم مع بضعة الآلاف من الإرهابيين سوف يتعاملون مع مئات الآلاف من الإرهابيين في المستقبل وبالتالي هذه دائرة مفرغة لا مخرج منها أنا متفاجئ لأن إسرائيل لا ترى ذلك نعم دكتور إينار فقط ربما في تساول أخير إذا سمحت لي هل الصين من الممكن أن يغير موقفها حجم الضرر الاقتصادي أم أنها ستنأى بنفسها تماماً في ظل أن الحثيون يقومون بهذه الآجمات وفق أهداف واضحة يجب أن تتوقف الحرب في غزة في نصف دقيقة لو سمحت لا يمكن للصين أن تغير من وقفها لأنه ليس بيدها حيلة في هذه المرحلة المفصلية ليس لديهم الأدوات العسكرية فالجيش الأمريكي هو الأكبر والأضخم في العالم هو من يستطيع أن يسيطر على الحوثيين كيف يمكن لبيجينغ أن تقوم بذلك هذه قرارات سياسية تتخذ في طهران وطهران أيضاً تعاني من هذا الموضوع فالغاز الذي يأتي من قطر هو من حق موشتر بين إيران وقطر وهذا بالتأكيد كله استدعى ضرر كبير من بكينة الخبير في الشؤون الأسيوية وكبير الباحثين في معهد تاي هوفي في بكينة دكتور إينار تنغين شكراً جزيلاً لك ومن القاهرة مساعد ومدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق اللواء بحري ممدوح الإمام ومن نيويورك الزميلة في مركز الأمن الأمريكي الجديد والمختص في استراتيجيات الاقتصاد والطاقة السيادية السيدة راشل زينبا شكراً جزيلاً لك بعد استفاضة في النقاش مشاهدين الكرام خلوصاً ضيوفي إلى أن تخفيض التصعيد في البحر الأحمر والحد من هجمات الحوثيين يتمثل فيه توقف واشنطن عن دعم إسرائيل والعمل على إنهاء الحرب على غزة وإيضاً حتى وإن تعهد الحوثيون بحسب ضيوفه بعدم اعتراض السفن الصينية فكل دول العالم وليست الصين فقط متضررة اقتصادياً من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر نهاية هذه الحلقة غداً من رفو جديد في أمان الله اشتركوا في القناة